السلام عليكم وإهلا بكم في حوار خاص نصلط الضوء من خلاله على مرحلة جديدة يشهدها العراق خاصة بعد نهاية حقبة الحرب مع تنظيم داعش ودخول الحكومة العراقية في أزمات جديدة تارة مع النواب الكرد والعرب السنة وللتسليط الضوء سيكون ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان أمير عشائر الأنبار والأمين العام للعشائر العراقية الشيخ رعد السليمان مرحبا بكم شيخ كيف يرى العرب السنة مستقبلهم مع الحكومة العراقية بسم الله الرحمن الرحيم مستقبل العرب السنة حقيقة مستقبل غامض ومستقبل ضبابية اليوم ماكو رؤية سياسية عند أهل السنة وبلخص حتى الشعب العراقي بشكل عام يعني السنة والشيعة والكرد يحسون ونفسهم مهمشين ومستقبلهم ضايا اليوم احنا كعرب سنة دورنا مهمش اليوم احنا ده نضغط بكل الاتجاهات عبر منظمات المجتمع المدني وعبر الدول العربية وعبر الأمم المتحدة ده الناشد ونقول يا أخواننا احنا اليوم كعرب سنة دورنا مهمش مو بس من الناحية السياسية احنا اليوم ممأمنين على حالنا اليوم الوضع سيء جدا من الناحية الأمنية في محافظاتنا الغربية اليوم هم اللي 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 تآمروا علينا وبلوننا بداعش وبلوننا بالإرهاب وانكشفت لدى كل حقائق الناس وبقناتكم المحترمة راداو من اللي دخل داعش علينا وحزب الله من لبنان وشنون جوي عن طريق باصات مكيفة وخلهم على حدودنا يقاتلون وقاتلوا أبنائنا واحنا الناس مجردين من السلاح ونقول يا حكومة بغداد إذا تريدون تتعاونون معنا وتعاونون مع البلد أن يستقير سلحوا أبناء المنطقة يقولوا لا ما يقبل يسلحون يجبوا الناس دخلاء من بره اللي هم للإيرانيين وغير الإيرانيين والسوريين بدوا يقاتلون صرنا ساحة النزاعات وأجندات خارجية دا تنفذها للأسف الشديد السياسة بغداد اللي هي تدعي بنفسها بالدستور واللوحمة الوطنية هم اللي خربطوا المشهد السياسي أمام الناس بس الحمد لله وشكر انكشفوا أمام الرأي العام اللي هو المالك وغير المالك يدعي نفذ أجندة إيران وغير إيران في داخل الإيران لكن هناك من يقول بأن العرب السنة هم من يجدون أو يخلقون العداء والعداوة لهم والله للعرب السنة ناس طيبين ودواخلهم نظيفة ما لهم عداء ويا أحد بس بالأونة الأخيرة تكشفت هناك للأسف شديد ثعالب وهناك ذئاب شرسة جدا لغرض القضاء على هذا المكون اللي هي بالدرجة الأولى نقدر نقول إيران عدها ثارات ويا العراق بشكل عام وعدهم ثارات ويا السنة العروبيين لأن احنا حاربنا وقدبناهم ثمان سنوات وبعدين احنا قلنا لأخواننا الشيعة قلنا لهم هذا الحقد الفارسي بعد ما أنتم ماخذين معاكم هالسعينة بحجة المشاركة وبحجة العقيدة وبحجة المذهب ذول الناس ما عدهم لا مبدأ ولا عدهم مبدأ ولا عدهم مذهب اليوم من يخلصون شغلهم معايا ويحاول أن يقتصون ويجتثون السنة بالأخير راح يقولك تعال أنت الهدف الثاني اللي أنا شنت أدور لك أنت حاربت وأنت خنت وطنك وبلدك فليخون وطنه وبلده هذا مصيره فعليه اليوم احنا جاء يعني كل ما نملك أن ندفع بهذا التوجه بحيث أن لا نتصادم مع العرب الشيعة بس اليوم السياسيين اللي يحكمون المنطقة الخضراء دي يحاول يصادمون العرب الشيعة مع السنة وبالعكس وكذلك يصادمون الشيعة مع الكرد يعني هذه الأزمة الكرادة الذكية هذه الأزمة لو قبل سبع سنوات الكراد متخذين هذا القرار بالانفصال كان كل الشعب العراقي اليوم صار ضد الكرد بما فيهم المسيح واليزيدي والعربي كلهم يصيرون ضدهم بس اليوم يعني الناس كشفت الحقيقة بأن الكرد والعرب السنة ناس مظلومين ويطالبون بحقوقهم وناس سلميين ورافعين شعارات مثل ما احنا المناطق الغربية رفعنا شعارات سلمية ردنا طالبنا بحقوقنا والأخ السيد المالكي يدخل أربع فرق خمس فرق أن يقمع المظاهرات في داخل مدينة الرمادي كان الأمر ما يستوجيب وكان الأمر يقدر ينحل سلميا وناس سلميين وشفتوهم أنتون زين فاليوم الكرد شجعان واقفين على الساتر رفعوا البندقية ليعتدي على الأقليم كردستان تنقص عيده هذا قرار عندما تسلحوا وقالوا انطالبوا بحقوقنا الرأي العام صار معهم والناس صارت معهم لأن هذا النموذج اللي ديحكم بغداد نموذج للأسف نموذج سيء أكس وجه الديمقراطية وجاب الشرذمة الخايسة والحرامية اللي باقوا ميزانية البلد وطلعت مديونة بزمان الحكم اللي كان بيه المالكي يحكم احنا نطلب دول احنا عدنا ميزانية فائضة جدا يعني بالتقسيم ما يعادل أكثر من خمس دول عربية ميزانية العراق هاي وين النزاهة عنها وين الناس أهل الجنوب الشرفاء من هذه الميزانية اليوم ابن الجنوب يلقت قواطي مال بيبسي وعايش على القواطة وعايش على المزبلة كذلك ابن الوسط وكذلك ابن الغربية مشرد ما يعرف مستقبله وين يخافون يطرحون مناسبة يخافون يطرحون يعني فد مبادرة تجمع كل الأطياف كلهم بس تصعيد اليوم الكرد يوم العرب السنة يوم كذا يعني يريد له تريد كسبون قضية الرأي العام حاصب يخندقون الناس على الانتخابات وبينت شغلتهم طائفية وذول الناس ما يبنون بلد واحنا رايحين باتجاه لأقليم السني نعم نقطة السطر أنتم الآن بدون قوة مسلحة وهناك خلاف قوي داخل القوة السنية الموجودة حاليا هل تأمنون على مناطقكم من أي تهديدات مسلحة سواء من تنظيم داعش أو جماعات مسلحة أخرى قد تكون خارجة عن القانون احنا إذا حافظنا من داعش داعش هم يدخلوها علينا الحكومة يتحمل مسؤوليتها العبادي ما حقق موضوع حزب الله اللي دخل داعش عن طريق سوريا ما جاء اليوم حقق ويه وحقق ويه مسؤول الحزب ومسؤول الميليشيات ما الحزب الله في داخل العراق ولا كتائب الإمام علي ولا ما ذولهم والله حتى أعرفهم ما أسماهم مستعيرين كله الله ومحمد وكذا والله ومحمد بريعا ذوله ناس يستخدمون أسماء الله الحسنة ويستخدمون أسماء آل البيت وذوله ناس قتل مجرمين مع احتراماتي وتقديري أكرر الشيعة ما لهم علاقة بالموضوع بس هذا ندائي ورسالة لإخواننا الشيعة أن يسحبون أبنائهم من ميليشيات حزب الله ميليشيات أجندة خارجية تنفذها إيران وحسن نصر الله في لبنان دخلوا علينا داعش التحقيق المرد قالوا نحقق بالموضوع لحد الآن ما ماكو تحقيق أنا بس أحب أطم منكم أقول لكم موضوع بريسك جدا على المناطق الشمالية وعلى مناطق الموصلة وعلى الأنبار اليوم كتائب حزب الله هي اللي مسكت الحدود مال التنف ما يسمى بين قوسين منفذ الوليد الحدودي هم مأمنين الطريق السريع من المنفذ الحدود الوليدي لحد الكيلو مية ستين عبر الخط السريع ومن ثم من المية وستين إلى كربلة هم يوصلون داعش لحد صحراء المية وستين ويخلوها يدشروها بصحراء الأنبار راوة وعانا ومثل للموصل ومن بعدها إذا قدروا عندهم قوة يدخلون ويداهمون المناطق الكردية هذه كانت بها عادي إذا ينصدون رح يرجعون على الموصل وتجي العسكر الجيش ياخذهم ويوديهم مطاردة طبعا إلى سوريا وبعدين حزب الله يجيبهم يوديهم يعني شغلة يلعب خطيلة معنا حزب الله ما شاء الله طيب كيف ترون تجربة إقليم كردستان كإقليم لديه قوة مسلحة متمثلة بقوات البيشمرق وكذلك لديه علاقات دولية كبيرة ومطمئنة علاقتنا حقيقة إحنا مع كردستان ومع الإقليم ومع الإكراد علاقة طيبة إلخص المناطق الغربية علاقة تاريخية يذكرون الإكراد هما بالإثمانينات عندما تهجروا وصارت عليهم قصف من الحرب العراقية الإيرانية أهل الأنبار تحديداً فتحوا بيوتهم وسكنوا أهل أربيل ودهوك وسلمانية اللي عنده بيت قسم البيت بالنص واللي عنده بيتين ينطي بيت للكردي واللي عنده قطعة أرض وعنده إمكانية أن يبني الإكراد بناء ولحد الآن موجود الإكراد موجودين في محافظة الأنبار الرمادي ما عرف أسه جزوار الأحداث داعش راح أو لا فأحنا علاقتنا تاريخياً مع الكرد نحس بيهم بطعامنا هم العراقيين الأصلاء هم اللي حرروا وهما امتداد صلاح الدين ما عدنا اليوم خلاف أحنا كشعوب بيناتنا حتى اليوم تلقى الشيعة مو قالوا نحن راح نفصل الشيعة موجودين بيقلم كردستان والعرب موجودين بيقلم كردستان والإكراد موجودين بالجنوب وموجودين في بغداد رادوا يحثون هذا الموضوع العصائب وهذا طلع هذا أبو حسن نصر الله ماذا يسمى هذا قيس الخزعلي قال نحن راح نقاتل إكراد وأبو عزرائيل قال ماذا يشين يعني المهمة هي الإسمام حقيقة استنكف أجيبها على لساني بس للضرورة أحكام على موجود المشاهد يعرف بأن إحنا وين ما صلين ومحد اليوم من افتهمه الفيلم ومن افتهمه هذه الرسالة خاطئة محد اليوم حتى شويا أي ناس من إكراد في داخل بغداد قلت لهم يعني يطمنون أن أكون شي قالوا كل شي ما أكود أن يمشوا بطولنا بغداد لم تعد مطمئنة للكثيرين ولمختلف الأطياف العراقية وحتى منهم المسيحيين لكن لدي سؤال هل يسعى العرب السنة للاقتداء بتجربة إقليم كردستان لا احنا ما احنا ما احنا مريد احنا اليوم حتى اليوم أخوك ابن أمك وابوك الكرد شمال العراق نتباه به بره تقول له تقبل الكراد ينفصلون عنك تماما لو الخيار الثاني يأخذون كل حقوقهم أقول لك لا خلي يأخذون كل حقوقهم وهذا يبقى ابني ما اليوم تقول لي ابنك راح ينفصل منك أو شي من جسمك راح يستقطع أو استأصل أقول لك لا اليوم احنا رايحين بحيث نضغط بكل الاتجاهات نأخذ حقوقنا بغض النظر اليوم عن التسميات أكو تسميات ثانية ما تجرح المواطن اللي هي الفدرالية ونظام الكون الفدرالية اللي هما سووا بالدستور وموضوع الاعتقد موضوع عقيم كردستان هما انطو يمكن حقيقة بالتفاوض أكو تفاوضات مفاوضات سرية ما بين الاتحاد الأوروب والأمريكان صار ضغط والأتراك أن ينطون برايك فاتسنتي أن يشوفون حكومة المركز هي اللي هي جادة بإعطاء حقوق الكرد والعرب والسنة اليوم العرب السنة معولين على الكراد أكثر من ما معولين على حكومة دعنا نقول العبادي والمالك لأنهم ضعاف بدين الأمريكان أكثر اليوم السنة يخابروننا من أقليم كردستان يقول لي شيخ رعد أنت متبني موضوع الأقليم احتي وفوت بفالك نحن نموذج كردستان نص دولة كأنما دولة بس يعني ما يزعم شي بس تقول لي كشعور وكأمنية يقول لك لا أمنية ما قبل الكراد ينفصلون مني يعني حبي إلهم ما نقبل وكنا اليوم نضغط بهذا الاتجاه احنا رايحين باتجاه الأقاليم والكونفدرالية وما الموضوع داعش موضوع انكشف احنا رجال وعدنا سلاح على بساطتنا ما قدرنا احنا اللي أدبنا إيران ثماني سنين ومستعدين أن نأدب أي دولة تقف بوجوهنا سواء كانت الميليشيات اللبنانية والإيرانية على ذكر نوري المالكي لديكم اتهامات سابقة ضد سياسة نوري المالكي بأنه يمارس عليكم التهميش والإقصاء والاعتقالات الكائدية كيف ترون الآن حيدر العبادي هل هو مساند للعرب السنة أم لديه مواقف مختلفة أكيد احنا دائما بخطاباتنا اللي هدئنا بأن العبادي شوية أكثر ركازة من نروح نتخذ قرار بحيث نروح للتصعيد من ندحك على التصرفات المالكي العبادي بخطاباته يعني يكون أفضل وأهون من المالكي بس للأسف الشديد اليوم العبادي هو هم ضعيف اليوم القرارات كلها بيد المالكي هو اللي يحرك اليوم خايف على المذهب للصفة وفي إيران وخايف على إيران بخطابات نور المالكي أكثر مما خايف على بلده وللأسف الشديد اليوم هذا موضوع التصعيد وموضوع الأجندات الخارجية لغرض تطبيقها برأس الشعب العراقي ترى التاريخ ما يرحم ونوجه رسالتنا لأهلنا أهل الجنوب أن ينتفضون ويقفون بضد هذا الظلم وهذا الظلم ما يدوم وإيران ما راح تدوم والعراق صار حروب كثيرة وخلص من عده فعليه اليوم احنا نبقى أخوان ولد البلد احنا ربانا بالنجف وربانا بجنوب العراق وجنوب العراق أخواننا وما عدنا هم امتدنادنا العشائري لا يوازوننا على على النظام التقسيم وذا صار التقسيم راح تدعمنا دول أكيد وسلاح وهذا اللي اللي ابنا قتل واللي أبوه قتل قتله الميليشيات هذا بالتأكيد ما راح ينسثارات فعليه وقفوا هذا الدم يا أخواني يا جنوب العراق يا شيعة يا أشراف أخص منكم وليس مقصود بالميليشيات والعصابات الإيرانية اللي جاءت نفذ بداخل العراق شيخ راعد أشوفك بعدك خايف من نور المالكي أكيد إذا الدولة مالقة تحال أكيد احنا موضوع داعش يمكن هذا راح يخلق سراع داخلي ورح يخلق سراع ما بين الشيعة الشيعة نفسهم هناك جندات خارجية دا تشتغل على موضوع الشيعة أكو دول دا تشتغل على موضوع الشيعة مو ممتكات فين الشيعة اليوم كذلك هم مختلفين بيناتهم من الناحية هذا مقلد السستاني وسمحت السيد مقتدى الصدر يعني توجهاته الرجال العروبية أكثر من الباقيين والصرخيين كذلك ناس عروبيين ميريدون هذا التجزئة والتقسيم والدم بس للأسف الشديد هذا المذهب الدخيل اللي جعلنا بلا العراق دا يكتني دا يذبحني بهوية الدين بهوية المذهب بهوية إذا 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 رئيس جمهورية ما قالتنا اللي دير الشحور رئيس جمهورية ما قالتنا بمكان فاد معصوم دا يحتي باسم يزيد ومعاوية هلأ شو أنا أخلي رئيس جمهورية فهم يعني البلد وين رايح أنا ما عدري هل تفكرون بشراكة حقيقية مع الحكم الشيعي الحاكم للبلاد مع الحكم الشيعي بهذا الوضع لا لا أعوذ بالله أحنا ذولا ما ممكن أن نتوالمياهم مع احترامات لشخصيات محترمة ونواب محترمين بس للأسف الشديد القرار اليوم بيد القاسم سليماني والقرار اليوم بيد الشبهور اليوم ناس نتغرد تشذيب وناس نتضحك على عقول الشيعة بحجة الوطنيين أمثال مشعاني جبول وربعة اللي كان هو كان يحرض على القتل ضد الشيعة واليوم هم احتضنوا وأنا ابن 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 العراق أنا ابن جنوب العراق اليوم وأحشي بالوطنية ما يتقبل أني أدخلوا يا شريك يتقبل شخص مثل مشعاني جبول اللي اللي دي حرض على قتل نص السن ذبحة وبال2005 بال2006 بقناة هنا الزوراء وغير قناة الزوراء بغض النظران اليوم بس هو جاب باي ذا وي الاسم فأكو أمثال كثير اليوم قدموهم نموذج سياسي وقال لهم أنتوا أعظام النواب وأنتوا من الحكومة مالتنا ومن تحجوا يا الشيع يقول لك عدكم نواب سنة يابا من السنة يقول لك مش عاني جبوري وأمثاله كلهم جئوا بالتزوير كلهم ناس مزورين ناس بلطجية باقوا البلد والبلد الشعب ما راح يرحمهم هؤلاء من تتهمهم بالملطجية كيف تراهم هل أصبحوا هم قوة مساندة قوة سياسية مساندة وأسرى لدى التحالف الوطني الشيعي أكيد طبعا يعني أنتم تعارضون العملية السياسية وبنفس الوقت لديكم ممثلين في البرلمان والحكومة أكيد هم دا يحجون هم دا يحجون السياسيين السنة اللي موجودين بالعملية السياسية يقول إحنا طعنونا من الظهر السياسيين الشيعة همنا بهم وفتنا على أساس شراكة وطنية وعلى أساس خوة ريد نبني البلد البلد اليوم قام يعني يمثل عليك ويألف عليك ملف فساد مالي إذا أنت نظيف ما قدر عليك بالأمور المالية يروح وديك باتجاه داعش وديك باتجاه أربع أرهاب ويحاول يلزم واحد من حمايتك يقولهم هذا شاي عبوة لأن هو أبو السيطرة هو اللي يفتش هو العاكم ما تقدر تشتغل يعني أقدر اليوم أنا أقدر أمكر جيراني أقدر أشتكى على جيراني وأخلي سجنون سنة سنتين خمس سنين بحجة إرهاب زينا مليون ونص آي شيم كعرب سنة وشيعة كذلك نسبة قليلة في أقليم كردستان معززين مكرمين يقول لك هذا النموذج طيب خليني هذا النموذج صير مثل أنت وقدم ما قدم اليوم إحنا همعدنا نية على أساسي ندلون جماعتكم قبل الاستفتاء سوينا وفيد لدي الروح على أقليم كردستان نأخذ هذه النموذج وهذا هذا النموذج الطيب نعم يعني تجربة العرب السنة في البرلمان والحكومة أثبتت عدم قدرتها على حماية المعافظات السنية من الخروقات الأمنية من قبل الاستفتاء احنا ردنا نروح على أقليم كردستان ووجهونا دعوة بس استشعرنا بالحرج الموضوع به شوية كناس شاذة طلعت موضوع هذا الشاي العلم اسرائيل وهذا يحظن بالعلم احنا اليوم كعراقين ولدي البلد حتى أكراد ما قابلين هذا التصرف حتى هو شارزي باري والقادة الكرد السياسية قال هاي تصرفات فردية عندنا احنا يهود كذلك عرب موجودين ويهود أكراد موجودين وصارت هذا يريد يغيظ اليوم أكثر أكثر التصرفات السنة جت فترة قبل ثلاث سنوات تبنى وخطاب داعش بس هما مو يا داعش لغرض أن يغيظ العدو إيراني أو الميليشيات أو من هالباب فهم الأكراد ناس طيبين هم اللي اللي حرروا للمسجد الأقصى أمثال البطل صلاح الدين الأيوبي بين قوسين هذا الكردي العراقي الشريف وأنا أتمنى من العراقيين أن يتحدون ويطردون الدخلاء بغض النظر عن اليوم من يدير البلد الكراد يديرون مناطقهم وقليمهم والسنة كذلك يديرون مناطقهم وسهم وأنا أنصح للعرب الشيعة إذا صرتم أقليم بس إيران وإيران راح تستغل انفرادكم أنت وحدكم وراح تنتقم منكم انتقام شديد اسألوني احنا على الإيرانيين فعليه توحدوا وضغطوا على الحكومة وطردوها واسحلوها وجيبوا نموذج طيب قدموه تالناس ما تقول اليوم الشيعة هم اللي يقسموا البلد وفعلا حتى اليوم على مستوى أطفال أمر 12-13 سنة قام يثهم يقول السن حكمه والبلد مئات السنين ما تقسم بس للأسف الشديد اليوم حكم الشيعة هو اللي يقسم البلد نعم كان معنا من العاصمة الأردنية عمان وعلى الهواء مباشرة أمير قبائل عشائر الأنبار الشيخ رعد السليمان شكرا جزيلا لكم شيخ وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم